السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحين. مبارح كان في مباريات مهمة جدا. هنتكلم على مباراتين منهم. المباراة الاولى ما بين ريال مايوركا الاسباني ونادي برشلونة. المباراة دي كانت في الاسبوع السابع من الدوري الاسباني. والمباراة الاخرى ما بين مانشستر يونيتد وكريستال في الدور التالت لكأس الربطة الانجليزية. مباراة ريال مايوركا وبرشلونة الاسباني. المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة اتنين اتنين. نادي برشلونة ابتدى اللقاء بتشكيل مكون من اه تيرت دي. وآآ جواو كاسيلو. ولعب بتلاتة في نص الملعب. آآ جافي وفيران وآآ جوندوان. وقدامهم آآ رافينا وآآ جواو فالكس آآآ روميو. آآ ابتدى اللقاء آآ يمكن عكس المتوقع. آآ ابتدى بضغط من ريال مايوركا. آآ وقدروا انه يحرز هدف في الديقة التامنة. ففي الديقة التامنة كرة من ناحية اليمين آآ داخل آآ منطقة الجزاء لآآ فردة موريكي على حدود السكس يارد. آآ يحطها من مرة واحدة على آآ يمين آآ الحارس تيرتشيجن محرزا الهدف الاول لريال مايوركا. آآ بعدها توالى ضغط من آآ آآ نادي برشلونة آآ حتى جاءت الديقة واحد واربعين. آآ آآ رفينا بيستلم كرة آآ من ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء. آآ يدخل بيها آآ 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 داخل الملعب على حدود كده التمنتاشر. وآآ آآ يشوت صاروخ أرض آآ على يمين الحارس آآ آآ محرزا الهدف التعادل لبرشلونة. آآ نادي برشلونة بعدها كان له هجمة خطيرة جدا برضو الرفينة وشطها ولكن صدها على الحارس. شطها على يمين الحارس وصدها. آآ ولكن آآ جاءت الديقة آآ آآ التالتة من الوقت بقى الضايع من الشط الاولاني بالهدف التاني لريال مايورك. آآ آآ فمن كرة طويلة من حارس المرمى يلعبها على رأس آآ آآ فيدة موريكي اللي آآ يعملها لمسة واحدة كده لآ آآ 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 اللي بينفرد بالمرمى يخرج عليه الحارس يحطها من تحته محرزا الهدف التاني لنادي ريال مايورك. آآ آآ ليانتاني الشط الاول بتقدم ريال مايوركا على برشولونا في مباراة آآ آآ يعني سيئة بالنسبة لبرشولونا. يعني يمكن برشولونا آآ متعودين على تيك تاككا. لا مشوفناش خالص امبارح. آآ امبارح شفنا آآ 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 باهت شفنا آآ آآ لعب آآ آآ يعني صريح متعارف عليه مفهوش آآ آآ يوصل الى المار. حتى الهدف اللي جيه. جيه آآ اللي هو بعد شط الاولاني آآ بتعرفينا. جيه من آآ آآ لعب فردي يعني كورة قطن بها لجوه وشاطها وجابها جوه. في الشط التاني ابتدى اللقاء ليبقى سجال ما بين ريال مايوركا وبرشولونا. ولكن برشولونا كانت بتحاول تضغط آآ علشان تقدر انها تتعادل. وبالفعل في الدقيقة خمسة وسبعين آآ آآ رفينا آآ من ناحية اليمين آآ يلعب كورة ارضية ارضية آآ يلاقيها آآ يمين آآ لمعل اللي حطها بيمينه على يمين الحارس من مرة واحدة من على حدود السكس يارد كده. محرزا هدف التاني وهدف التعادل لنادي برشولونا لينتهي اللقاء بنتيجة اتنين اتنين. آآ بكده نادي برشولونا بيرفع رصيده الى آآ سبعتاشر نقطة من سبع لقاءات في مركز الاول. ويجي وراء آآ في المركز التاني ستتاشر نقطة من ست مباريات. ويجي بعدها نادي ريال مدريد خمستاشر نقطة آآ من ست مباريات. طبع التعادل دوت بيفيد طبعا نادي جرينوا ونادي ريال مدريد. ممكن ريال مدريد النهاردة هيلعب آآ مع آآ لاس بالماس. آآ لو قدر يكسب حيتصدر الدوري الاسبالي. نتنقل الى المباراة الاخرى وهي مباراة مانشستر يونيتد وكريستال بالاس في الدور التالت لكأس الربطة الانجليزية. المباراة انتهت بفوس كبير لنادي آآ من نتيجة تلاتة لشيء. آآ ابتدى نادي مانشستر يونيتد بتشكيل مكون من اونانا في حراسفة المرمى. خط الدار مكون من دالوت وماجوير وفران واآ آآ ايمن امرابط. آآ لعب ثلاثة في نص الملعب مونت وكازيميرو وحنة بعل المجبري. آآ لعب ثلاثة في الخط الامامي آآ جرانتشو وبليستري وآآ آآ 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 آ يقابلها جرناتشو اللي يحطها من مرة واحدة على شمال حارس مارما كريستال بالاس محرزا الهدف الاول لنادي منشستر يونايتو ثم تتوالى الهجمات وفي الديئة 27 دربة روكنية من ناحية اليمين تتلاعب عرضية من مونت على رأس كازيميرو اللي يحولها في الجهة اليمنى على يمين الحارس محرزا الهدف التاني لنادي منشستر يونايتو ثم ينتهي الشوت الاول بنتيجة اتنين لشيء وعاوزين نقول ان منشستر يونايتد قدر انه يخلص المباراة بدري بدري باقل مجهود يمكن يعني ايه ما شفناش هجمات لنادي كريستال بالاس في الشوت الاولاني ولكن قدر نادي منشستر يونايتد انه يخلص الشوت الاولاني من نتيجة اتنين لشيء مع بداية الشوت التاني الامر ما اختلفش كتير ولكن ابتدى منشستر يونايتد يتراجع شوية ويمس الكرة لانه خلاص حاس انه ضامن المباراة ولكن تأتي الديئة خمسة وخمسين كورة من ناحية اليمين لكازيميرو اللي يقتم كده على حدود قوس 18 يلعبها عرضية لانتوني مارسيال اللي مارسيال اللي يقدر يحطها من مرة واحدة بشماله على شمال حارس مرمى نادي كريستال بالس وينتهي اللقاء بفوز كبير لمنشستر يونايتد على كريستال بالس من نتيجة ثلاثة لشيء النهاردة ان شاء الله في مباراة مهمة جدا في الدوريات المختلفة عندنا مباراة ريال مادريد ولاس بالماس الساعة تمانية بالتوقيت القاهرة مباراة دي مهمة جدا في الأسبوع السابع من الدوري الاسباني وزي ما احنا قلنا ريال مادريد لو قدر يفوز النهاردة حيتصدر الدوري الاسباني وعندنا مباراتين في كأس الربطة الانجليزية المباراة الاولى ما بين بيرنفورد وارسنل الساعة العشرة الى الربع بتوقيت القاهرة وعندنا المباراة الاخرى هي مبارات ميو كاسل ومان سيتي في تمام الساعة العشرة بتوقيت القاهرة دي كانت اخر حاجة معانا النهاردة نلقاكم في حلقة قادمة من جوه جول مع يحيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة